يعطيكم العافية شو أخباركم أتخيل أنه أنت عم تحضر الفيديو عملت براسك زي هيك صح؟ لأنه الإطار مائل خلينا أصليح لك يوم أو تخيل عم بحكي معك بهذا الفيديو بهذا الشكل أو بهذا الشكل مثلاً رح تركز معي هذا الإشي اللي بنشرح عنه اليوم فتجهزوا حالكم لرحلة جميلة هاي أول خطوة رح تكون فيها في عالم التكوين والتواصل البصري تخيل الصورة أو المشهد هو عبارة عن صنية أو صحن بدك تنقل فيها العناصر للمشاهد فمثلاً عنا حبة البندورة هون أنا بدي أنقلها للمشاهد والصحن اللي هون هو عبارة عن الصورة أو إطار الصورة تمام؟ فكل عنصر إلو صحن مناسب لحجمه فمثلاً ما رح تجيب صنينة قهوة بهذا الحجم بس حبة البندورة هالقب لأنها كثير أكبر منها وعلى العكس ما رح تجيب صحن كثير صغير زي هيك أصغر من حبة البندورة وتنقلها للمشاهد فيه إشي غلط هنا فنبدأ بأول موضوع شائع عند المبتدئين أنه لما يجي يصور البندورة وبدو ينقلها للمشاهد بروح بيختار إطار صورة جداً جداً كبير ما له داعي وحبة البندورة كثير صغيرة فيه فبدك تنتبه أنه أنت هدفك تنقل للمشاهد حبة البندورة فحاول تنقل صحن شوي أكبر من حبة البندورة مشان تكون معبي الصحن ومالي العين لكن بالمقابل ما تعبي حبة البندورة بالإطار كثير بحيث أنه تنقص الحواف يعني تصفي الإطار أو الصورة على قد حبة البندورة بالضبط هنا بتصير عندنا المشاكل فبدك تحاول شوي تعطي فراغ حوالين العنصر الرئيسي أو هنا حبة البندورة من فوق ومن تحت ومن يومين واليسار حتى تطلع الصورة متوازنة ومريحة للعين وبهاي الحالة بنسميها خلي الصورة تتنفس أو خلي حبة البندورة تتنفس بالصورة نكمل على موضوع الصينية ونشوف موضوع شائع ثاني ألا وهو أنا مثلا مطلوب مني أنقل أو أصور حبة البندورة وأنقلها للمشاهد فواحد من الموضوع الشائعة اللي بتكون إنه أوكي بيكون حاط حبة البندورة بالصورة لكن بيكون ضايف عناصر ثانية ما إلها داعي مثلا هاي ماوس الحبة بتكون العناصر الثانية مشتتة ومزعجة ومعبي الإطار أكثر من العنصر الرئيسي وبعد من الأشياء اللي بدك تعملها لما بدك تيجي تصور حبة البندورة إنك تلغوا أي عناصر ثانية بالمشهد مشتتة للانتباه ومع لها داعي فهذا كمان موضوع شائع جدا موجود عند المبتدئين لما يبلشوا إنه بدي أصور أنا مثلا هذا المنتج أو هاي الوجبة بروح بيزين الطاولة كثير وبيشتت الانتباه عن العنصر الرئيسي في شيء أخير بدي أحكي عنه هو مش خطأ شائع جدا لأنه العين فورا تنتبهله لكن واجب إني أنوه عنه ألا وهو ميلان الصورة زي ما بلشت بالفيديو شوفت كيف لما كان الفيديو ميل عيونك ما كانت مرتاحة نفس الشيء لو بدنا نيجي نحكي عن الصينية أوكي أنت عندك مشهد أو صورة حاط عليها عناصر أوكي هاي عنصرين وبدك تمشي للمشاهد ورح تكون الصينية ميلة زي هيك رح يخاف ما رح يرتاع أنت أعتبر حالك المشاهد تخيل في حدا ماشي عليك بدي نقول لك أغراض عصنية ورح يكون ماسكها بهذا الشكل المايل تمام هذا الشيء مقلق مش مريح رح يسبب لك توتر فكمان شغلة بدنا ننتبه لها هاي انت رح تلاحظها مباشرة لكن مع عجقة الشغل يمكن الفريم يميل معك وأنا مرات بتصير معي بصلحها بالمونتاج فضروري تنتبه لما يلان الصورة لأنه بيعطي شعور مزعج أو موتر غير مريح إذا كانت الصورة مائلة بشكل مزعج للعين الأشياء اللي شرحتها سابقا هي جزء بسيط من إشي من سميه التقطير بالانجليزي فريمينج والتقطير المقصود فيه أنه الأبجكت أو العنصر اللي عندك بالصورة وين بدي يكون بالمشهد قدي بدك تكون عامل عليه زوم بدي يكون فيه أشياء حواليه أو لا طيب نتعمق شوي بموضوع التقطير لفريمينج ونحكي عن تصوير الأشخاص مش الجمدات لما تصور شخص الإنسان فيه العيون فيه تواصل مباشر بيكون بين المشاهد وعيون الموديلي اللي موجود بالصورة فإذا كان الشخص اللي موجود بالإطار أو بالمشهد قاعد بشكل مباشر للكاميرا زي هيك يفضل يكون بنص المشهد تمام هيك مريح للعين لكن مثلا زي الكاميرا عندي هون عم بتصورني بشكل جانبي وعيوني عم بتطلع بها ذاك الاتجاه فهيك المشاهد شو اللي رح يصير حرفيا المشاهد رح يطلع علي أول شي رح يطلع عيوني عيوني وين عم تطلعه رح يمشي معها ورح يكمل بالإطار فيفضل إذا بدك توخي الصورة لشخص بورتري وما بتطلع على الكاميرا بكون جسمه وعيونه عم تطلع باتجاه معين يفضل يكون في فراغ باللي هذا الاتجاه اللي عم بتطلع عليه أكثر من الفراغ اللي وراه فأعطيك مثال هين أنا عم بحكي بفيديو جانبي لكن الفراغ اللي وراهي أكبر من اللي قدامي هذا مزعج جدا للمشاهد وحتى لو بدأ خلي الفريم بالنص يعني تخيل لو خليت حالي بالنص بكون أريح أه أريح شوي من اللي كان قبل لكن أفضل إشي إنه يكون في فراغ قدامي تقريبا زي هيك هذا الفراغ يكون أكثر من اللي وراي هيك بيكون مريح أكثر للمشاهد وهو عم بيحضر بفيديوهاتي وهي بتصير بالمقابلات حتى بالأفلام لما يكون في أي حوار أو نص دائما الجهة الفاضية بتكون قدامي المتحدث الآن غير موضوع الإنسان إذا بدك تصور إشي متحرك بدك تصور سيارة نفس الإشي السيارة بدها عم تعطيك حركة باتجاه معين يفضل يكون في فراغ بإطار الصورة أمام حركة السيارة حتى زي ما حكيت تكون الصورة مريحة للعين هذا الإشي بنطلق عليه مصطلح الاتجاه الحركي حتى لو في عيون أنا هيك عم بأشر أو عم بحرك المشاهد لاتجاه معين فقاعدة الاتجاه الحركي أو موضوع الاتجاه الحركي بيحكي لك إنه إذا فيه بالمشهد إشي عم بتحرك لأحد جوانب الإطار على اليمين أو على اليسار يفضل يكون فيه فراغ باتجاه هذه الحركة لاحظ إنه كل شي حكيته سابقاً ذكرت كلمة موضوع شائع وليس خطأ شائع ما في خطأ بالفن أنا اللي حكيته بالضبط إنه إذا عملت زي هيك بسبب شعور مزعج للمشاهد طيب إذا إنت هدفك تحسس المشاهد بالإزعاج أو بعدم الراحة أو بالتوتر هنا منكسر القاعدة أو نعمل العكس فمثلاً بفيلم برد خلوا الإطار جداً ضيق على الموديل أو الممثل مشان يحسس المشاهد إنه محبوس بقبر محبوس بيتابوت كثير ضيق بتحت الأرض فبدي حسس المشاهد بالتوتر نفس الإشي بأفلام الرعب أو الأكشن لما يكون الضحية بدي يهرب من المجرم بيكون متخبي بيكون الإطار جداً ضيق عليه وممكن يكون شوي مايل مشان يحسسك بعدم الراحة وعندك مثال مسلسل مستر روبوت عمل البورتري لما يكون فيه حوار بيخلي الموديلز بالزاوية تحت يعني فراغ كثير كبير فوق وعكس اتجاه الحركة والسبب إنه يحسس المشاهد بالتوتر وعدم الراحة وفي مثال زمان حكاه صديق محمد موسى اللي هو مثلاً عندك بوستر فيلم باتمان باتمان شخص ثابت راكز فبتلاقي البوستر ثابت إلى آخره لكن بوستر الجوكر بتلاقيه مايل وحتى شخصيته مايلة وهي دليل على الاضطراب النفس اللي موجود فيه ما فيه شخص عاقل بيمشي بشكل مايل أو مترنح فبتلاقي الجوكر حتى الممثل درس هذا الدور بتلاقيه ما بيمشي بيخطة ثابتة ما بتلاقيه زي باتمان زي المشي العسكرية فالجوكر بتكون مترنح مضطرب شخصياً بيحكي بشكل مايل بيميل راسه فهاي كمان دلالة على الإزعاج بده كمان أو الاضطراب النفسي فمش دائماً الميلان خاطئ لا فيه استخداماته وكمان الضياغ المشهد اذا بدك تعمل زوم إنه كثير على التفاصيل اذا كمان بدك تعمل اشي كثير بعيد فيه ستايلات متصوير ستايل خاص اسمه Minimalist بحكيلك اذا خليت الأوبجكت مثلاً حبة البندورة بالمشهد كثير كثير صغيرة وبعيدة والمشهد فاضي هيك بتخلي المشاهد يركز عليها اكثر بدل ما انه يدور بالمشهد بيصير عنده فضول يعمل زوم ويشوف ايش هاي اشي الصغير الموجود بالإطار وهذا ستايل تصوير صحيح وجميل وليس خاطئ وممكن بصور فنية جمالية نخلي الفراغ عكس اتجاه عين المشاهد مشان نفرج انه مثلاً مضى بحياته ونسي الماضي الها دلالات نفسية اعمق بكثير لكن فيديو اليوم هو فقط ملخص بسيط جميل عن موضوع التأطير وهذا جزء بسيط جداً من عالم التكوين الكبير اتمنى ما اكون طولت عليكو حبايبي بدا حاول اخلي فيديوهاتي قصيرة قدر الامكان فاذا بدك تكمل السلسلة ان شاء الله كل يوم رح نزل فيديو مكمل الثاني بالفيديو القادم رح نحكي عن موضوع زوايا التصوير اذا بدنا نصور اشي الكاميرا تكون اعلى منه او او اوطى منه او الكاميرا تكون على مستوعينه زي لما احكي معكو ايش بتوصل رسالة للمشاهد وشو تأثيرها على المشهد بشكل عام فمشان مايروح عليك الفيديو اذا بدك تحب تحضره اول باول بتقدر تفعل خاصية الجرس عندي باليوتيوب ورسالي الاشعارات هيك بوصلك فورا على تلفونك مسيج انه في فيديو من ليو نزل فبتقدر تواكب اول باول السلسلة لما انزلها على اليوتيوب قبل ما انهي لازم اذكركوا دائما وابدا انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيكم العافي حبابي باشوفكم بالفيديو القادم مع السلامة اشتركوا في القناة